المشاكل التي تتعرض لها المراعي واستدامة إدارتها أبرز ما ركزت عليه أعمال مؤتمر إقليمي طلق اليوم على شاطئ البحر الميت تحت رعاية وزير الزراعة خالد لحنيفات وأكد لحنيفات تضمين رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع الزراعي مبادرات عدة تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتنوعها فضلا عن رفع جودتها ومن أبرز المشاريع المنوي تنفيذها استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل المراعي في البادية وذكر الإحنيفات أن التنوع الحيوي والحد من انجراف التربة وتحسين كفاءة الساقط المائي من أبرز الفوائد التي تحققها الإدارة المستدامة للمراعي الأردن لديه تجربة تدرس في مجال الحفاظ على المراعي بالرغم من التغييرات المناخية وأثرها على بوادينا وعلى سبل العيش وعلى التنوع الحيوي فوزنا في عام 2017 بجائزة دولية الجائزة البرونزية في الحفاظ على المراعي ولدينا تعاون وثيق مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة اليوم من خلال هذا المؤتمر الذي يشارك فيه المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية السورية إضافة إلى المنظمات المحلية والإقيمية وهناك خبراء من هذه الدول وخبراء أيضا عالميين سنعمل على الخروج بتوصيات علمية قابلة للتنفيذ